الرباط تدق اسفيناً آخر في حبل العلاقات المترنحة أصلاً مع مدريد وما استدعاء القائم بالأعمال في الصفارة المغربية من قبل وزير الخارجية الإسباني خصي مانويل الباريس إلا حلقة جديدة من سلسلة طويلة من المناكفات تجر البلدين نحو دائرة التصعيد أكثر الخلفية هذه المرة اتهام الرباط السلطات الإسبانية بالتهون في مراقبة الحالة الصحية للمسافرين في المطارات والعائدين إلى المغرب ما جعل مدريد ترد بشدة على الاتهام غير مقبول من وجهة نظر إسبانيا ولا يطابق الواقع إسبانيا تحترم كل المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد والحكومة تعمل على ذلك دون هودة الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين ورد مدريد الشديد جاء بعد أن حول المغرب رحلات إعادة رعاياه العالقين في أوروبا بسبب إغلاق الحدود من إسبانيا إلى البرتغال خلفيات التوتر الجديد في العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط مرتبط أساسا بأزمة حادة وقعت شهر أفريل الماضي لم يتوقعها المغرب بعد استضافة إسبانيا الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للعلاج من الحلقات التي تلت ذلك ووسعت الهوة أكثر فتح المغرب باب المهاجرين ومعظمهم غارب على مصرعيه بأمواج بشرية قدرت بعشرة آلاف ممن حاولوا الدخول منتصف مايا الماضي عبر جيب سبت الخاضع للإدارة الإسبانية هكذا يتآكل حبل الود بين مدريد والرباط مع كل أزمة جديدة يفتعلها المخزن